أعزائي نحن عندما نأتي إلى الأحكام الشرعية نجدها على نحوين على قسمين الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية التي هي توقيفية عبادية لا نعرف منها إلا ماذا إلا البعد التعبدي لا نعرف أي شيء منه أكثر منه ولهذا أنتم تقرؤون في محله عندنا ماذا عندنا أحكام تعبدي ما معنى تعبدي يا عزائي ما معنى تعبدي يعني بيننا وبين الله لا نستطيع أن نقف على علالها على حقائقها على 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 سنسل لماذا قال الشارع كذا ولم يقول كذا إلى آخر لماذا الشارع يقول في الصلاة الصبح لابد أن تكون الصلاة ماذا جهرية مولانا ليش لابد أن تكون جهرية خان اردو صليها اخفاتية يقول لا صلاة باطلة تتلق لماذا لابد أن تكون صلاة الصبح ركعتين صلاة المغرب ماذا ثلاث ركعات صلاة الظهر أو العصر أو العشاء تكون ماذا أربع ركعات لماذا أن الحج يكون بهذه الطريقة لماذا أن الصوم بكذا لماذا لماذا كل هذه المسائل اللي تسمى عبادات يعبر عنها بأنها أمور ماذا تعبدية ومن هنا فيقال أنها كلها توقي فيه خلص لا يمكن لا الزيادة عليها ولا النقيصة منها هذا قسم من الأحكام وقسم من المعارف الدينية اللي نقرأها في الفقه الأصغر مولانا اللي نعبر عنها بالعبادات أو التعبدية أما القسم الثاني القسم الثاني لا عزائي ليست أمور تعبدية وإنما هي أمور مرتبطة بحياة الناس بمجتمع الناس فيما يتعلق بأحكام النكاح أحكام البيع والشراء أحكام الميراث هذه بيني وبينها ليست أمور تعبدية ليست أمور تعبدية وإنما هي لإدارة حياتي الناس ومن هنا أنتم تجدون التفتوا جيدا ومن هنا أنتم تجدون أنه في الأحكام التعبدية في الأعم الأغلب الشارع كان مؤسسا لها يؤسس هذه الأحكام ما كانت موجودة وإذا كانت موجودة موجودة بغير هذه الطريقة افترضوا توجد صلاة عند الآخرين عند الأديان الأخرى بل عند الاتجاهات الأخرى عند الجميع توجد صلاة أكو الدين وأكو النحلة لا يوجد عندها صلاة لا كلهم عندهم صلاة لكن هذه الصلاة الموجودة عندنا تختلف جواريا عن تلك ماذا؟ عن تلك الصلاة مولانا نعم عنوانها واحد في المسيحية توجد صلاة ولكن أين الصلاة هناك؟ وإن الصلاة عند المسلمين في البوذية أيضا عندهم صلوات مولانا وصلاة ولكن أين الصلاة هناك؟ وأين الصلاة هنا ولهذا عبروا عنها بأنه عموما في التعبديات وفي العبادات الأحكام ما هي؟ تأسيسية من قبل الشارع ومن هنا بعد إذا كانت تأسيسية لا يمكن لأحد أن يتدخل في الإضافة عليها أو النقيصة منها أبدا هو أسسها بهذه الحدود ومن يتعد حدود الله إلى آخر أما والأصل والقاعدة في الأحكام التفتو في الأحكام الاجتماعية في الأحكام غير التعبدية الأصل فيها الإمضاء لما كان عليه في ذلك المجتمع مو مؤسس الشارع نعم إذا كان عنده شيء فهو في الأعمل أغلب إما يضيف قيدا جديدا أو يضيف شرطا جديدا أو يضيف مانعا جديدا وإلا بينك وبين الله يعني في عصر الجاهلية النكاح ما كان أكو بين الناس لا موجود أحكام النكاح ما كانت أكو تجارة ومعاملات لا موجودة تجارة ومعاملة ما كان أكو أحكام معاملات أخرى موجودة ملان ما كانت أحكام الموارث موجودة أحكام الموارث وإلى غير ذلك من قال لنا بانه هذه الاحكام كلها تأسيسية ممن ها من قبل الشارع لا ليس التأسيسية في الاعمل اغلب هذه الاحكام ما هي شنو هي امضائية عزيزي يعني كانت موجودة في حياة الناس ولكن الشارع اجقال بانه نعم هذا البيع بشرط ان لا يكون ربويا كان ربويا الان البيع لابد ان يكون ماذا ان لا يكون ربويا ان لا يكون غراريا ان لا يكون وهكذا اذا اعزائي هذا الاصل لابد ان نبحثه قبل ان ندخل الى باب المعاملات وهو ان احكام المعاملات هل هي امضائية او هي ماذا تأسيسية جملة من اعلام الامامية الكبار ومنهم السيد الامام قدس الله نفسه انتم لو تراجعون الان المكاسب المحرمة اتراجعون البيع اتراجعون اساسا يقول المعاملات من اولها الى اخرها مبنية على ماذا على انها احكام امضائية وليست احكام تأسيسية اذا كان الامر كذلك وهي احكام المعاملات احكام ما هي امضائية وليست تأسيسية جيد في ذلك السمان كانت مجموعة من التعاملات امضاها الشارع والانا في مقتضى زماننا وظروفنا هناك مجموعة ماذا ها مجموعة من التعاملات لم تكن في ذلك الزمان يقينا ايضا ان الشارع يمضيها كما امضى تلك ولكنه بالشروط ماذا بالشروط التي وضعها كضوابط عامة المستفادة من القرآن ومن السنة القطعي اذا نحن انما نحمل هذه القضايا على انها حقيقية وليست انها خارجية بسبب انها احكام ماذا احكام ماذا امضائية وليست احكام تعبدية وانا في القضايا التعبدية بين وبين الله ليس بايدينا نحن ان نضيف فيها او ان ننقص منها